في تحول جديد لمسار الحرب بين التحالف وميليشيا الحوثي أعلنت الأخيرة وقف استهداف المملكة بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف الإعلان الحوثي اشترط وقفا مماثلا من قبل التحالف لكل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لمواقعها مانحا نفسه حق الرد في حال عدم الاستجابة لمبادرته إعلان جاء بعد أيام من إعلان الميليشيا مسؤوليتها عن هجمات الطيران المسير التي استهدفت حقول إنتاج النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتين لبقيق وخريص وهو الإعلان الذي نفته السعودية محملة إيران مسؤولية ذلك ويرى مراقبون أن إعلان الحوثي وقف عملياته ضد السعودية من طرف واحد يهدف إلى إحراج الرياض وحليفتها أبو ظبي أمام المجتمع الدولي ولدفعها لإعلان رد مماثل بوقف الهجمات السعودية على مواقع ميليشيا الحوثي وفيما يبدو أنه رد على هجمات الميليشيا المستمرة أعلنت تحالف تنفيذ عملية نوعية استهدفت مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة هذه العملية دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتعبير عن قلقه إزاء القصف الجوي الذي جنته مقاتلات التحالف على مدينة الحديدة داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وبموازاته ذلك دعا رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيا الحوثي مهد المشاط إلى الانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة دعوات لم تلقى استجابة تذكر من قبل الشرعية والتحالف الذين لا زالا يطالبان المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لتنفيذ اتفاق استوكهولم وقرارات الأمم المتحدة السابقة اشتركوا في القناة